اشتركوا في القناة اربعة وعشرين تكلمنا في نهاية الحلقة السابقة عن سمة الدجال وهلا راح نتابع شرح ما تبقى من الاصحاح اربعة وعشرين ووصلنا الى العنوان التاسع من عنوين هذا الاصحاح وهو ظهور مسحاء كذبة ظهور مسحاء كذبة وعم يقول السيد المسيح له المجد حينئذ ان قال لكم احد هو ذا المسيح هنا او هناك فلا تصدقوا لانه سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطون ايات عظيمة وعجائب حتى يضل لو امكن المختارين ايضا ها انا قد سبقت واخبرتكم فان قالوا لكم ها هو في البرية فلا تخرجوا ها هو في المخادع فلا تصدقوا لانه كما ان البرقى يخرج من المشارق ويظهر الى المغارب هكذا يكون ايضا مجيء ابن الانسان لانه حيث ما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور هناك تجتمع النسور وفي الشرح نقول بمشيء اطربنا سر الضيق العظيم يا احبائي هو ظهور الدجال وادباعه فظهور الدجال راح فيرافقوا شو يرافقوا ظهور انبياء كذباء كثيرون يوجهون انظار الناس الى الدجال وجميع هؤلاء الكذباء الشيطان راح يطيهم قوة الى درجة انه يفعلوا آيات وعجائب لكي يضلوا المختارين الثابتين في ايمانا الحقيقي ولم يردخوا للدجال وبالتأمل اكثر راح نشوف انه المسيح المعلم يعلمنا ما يلي واحد انه سيد المسيح له المجد عم يعلمنا لم يتفوه بهذه النبوة من اجل ارشاد الرسل والتلاميذ فقط انما من اجل ارشاد جميع المؤمنين حتى انقضاء الدهر حتى انقضاء الدهر ليش لانه كما هو معلوم ومثل ما عم نشوف بعيوننا ونسمع باذاننا كل ما عم يقترب انتهاء الدهر عم يظهروا للدجالين اكثر واكثر واكثر عن طريق هؤلاء الخارجين عن ايمان الكنيسة الرسولية الكهنوتية واثنين يعلمنا ان الدجال راي يستخدم كل وسيلة للخداع وبدو يقدم آيات وعجاب كل من عمل الشيطان لذلك الافضل للمؤمن مثل ما قال السيد المسيح طوبة للذين آمنوا ولم يروا الافضل للمؤمن ان يبقى مؤمنا ايمانا حقيقيا ولا يطلب او يتوقع معجزة خليك ايمان مؤمن ايمان حقيقي بدون ما تطلب او تتوقع معجزة الثلاثة يعلمنا ان لا نكون منساقين للعاطفة ونصدق كلام ادباع الدجال نصدق كلام ادباع الدجال فاذا قالوا في البرية او في المدافع مخادع لا تصدقوا اطلاقا ماذا يعني ذلك المعنى يا حبائي هو على الصعيد الحرفي البرية برية والمخادع مخادع بس ولكن من الناحية الروحية يعلمنا ان البرية تعني الحياة القفرة من الايمان والمخادع تعني العمل في الظلام كالخفافيش بعيدا عن نور الحقيقية بمعنى انه من صفات الدجال او اي واحد من الانبياء الكذبة انه ما عندن ذرة ايمان مسيحي حقيقي ولا عندن عمل فيه ذرة ايمان مسيحي حقيقي وبالمقارنة وبالمقارنة راح نشوف انه مسيحنا اللي اجا من الفين سنة ونقرأ كما نقرأ في الانجيل ما كان يروح يدخل لمخادع الناس ولا كان يروح ويعتصم في البراري لا مسيحنا كان يمشي بين الناس في المدن في القرى في السهول وفي الجبال وحتى كان يدخل في البيوت دون ان يدخل الى المخادع وبالتالي لا ننخدع حينما سيقونون هو ذا في البراري معتصم في البراري او هو ذا في المخادع وكمان علمنا رابعا ان ندرك ملاحظة هم جدا اللي هي في زمن الدجال في زمن الدجال اللي هي ثلاث سنوات ونص سوف تتوقف المعجزات الحقيقية بالتمام بالتمام وبالتالي مجرد انه شفتا معجزات من الدجال او ادباع الدجال فهي دلالة على انه هذا الدجال وهؤلاء ادباع الدجال ليش لانه انجيلنا يؤكد انه المعجزات الحقيقية رح تتوقف في زمن الدجال طبعا باستثناء معجزة وحدة ما رح تتوقف الى ان يأتي المسيح ثانية هالمعجزة هي تحول الخبز والخمر الى جسد دم المسيح بيد الكاهن الرسولي الكاهنوتي فقط هالمعجزة بدا تستمر ولذلك على كل مؤمنين ان يأخذوا بهذا المقياس اساسا لتمييز الدجال من المسيح الحقيقي بانه الدجال وادباعه رح يعملوا معجزات ورازم تعرفوا ان هاي المعجزات غير حقيقية وكلتها بقوة الشيطان وخمسة يعلمنا المسيح المعلم انه ظهوره الثاني رح يكون ليوم واحد مو مثل الدجال مدة ظهوره رح تكون اثنين واربعين شهر مثل ما يقول سفر اعمال سفر رؤية يوحن اللهوتي يعني ثلاث سنوات ونص وبمجرد ظهور المسيح الحقيقي ليوم واحد رح تقوم القيامة واما بظهور الدجال اشه اللي رح يصير رح تحدث الحروب والقلاقل والصراعات بين البشر الى حد مخيف ومفزع جدا واضطهاد للمؤمنين الحقيقيين بالمسيح بمقابل ذلك ايضا ظهور المسيح رح يقابلوا او رح يسبقوا اختطاف المؤمنين الحقيقيين حتى لا ينكسروا امام الدجال سيختطفوا في الهواء لاجل ملاقات المسيح حينما سيأتي في اليوم الاخير وستة رح يكون المجيء الثاني الى ربنا يسوع المسيح كما يلي سيأتي من العلى فجأة مثل ما قال ربنا يسوع المسيح لا يأتي ملكوت الله بمراقبة كمان مجيء سيأتي فجأة على السحاب وما رح يحتاج في هديك الوقت الى احد ليعلن عن مجيء او يخبر عن مجيء وسبعة عم يقول حيث ما تكون الجثة فهناك تجتمع النسور ما معنى هذا القول حقيقة النسور دائما تجتمع حول الجثة اللي تأكل منها وتشبع وهيك في اليوم الاخير رح يكون في جثتين المسيح له المجد والشيطان اللعين فالمؤمنين الحقيقيين الثابتين هؤلاء سيجتمعون حول المسيح نفسه اللي هو الذبيحة الحقيقية اللي قدمها للمؤمنين عبر الأجيال الى انقضاء الدهر وبالتالي رح يرفضوا الاجتماع حول الدجال اللي هو الشيطان مصور وأما اللي رح يؤمنوا في الدجال فسوف يلتفون حوله ورح يكون لقاءا مع الشيطان من خلاله وكلية سوف يرمون في نار جهنم الأبذية لذلك المؤمنين الحقيقيين هن كنسور سوف يلتقون بالمسيح له المجد والمؤمنين أو المرتدين أو أدباع الدجال أو كل الذين خارجين عن الإيمان المسيحي رح يكونوا كمان كنسور يلتفون حول الشيطان من خلال الدجال وسوف يرمون في الهلاك الأبذي ماذا يعلمنا المسيح المعلم يعلمنا ما يليه يعلمنا أنه يجب أن نكون من أو أن نكون كنسور التي تستدل إلى ذبيحتها وبالتالي بالتالي يجب أن نميز يجب أن نميز هذه الذبيحة إن كانت مسيحنا الحقيقي ولا كان الشيطان من خلال الدجال شلون بدنا نميز لما نثبت في إيماننا الحقيقي في كنيستنا الرسولية الكهنوتية ومواظبين على التسلح بقوة الصليب وتناول القربان المقدس ويعلمنا أن المؤمن أو المؤمنين يجب أن يتشبه بالنسور من حيث تجديد شبابا النسور دائما يجد الشباب على الدوام وبالتالي المؤمن دائما أن يجب أن يكون جديدا بالمسيح بالتالي تكون عنده قوة الشباب في المحافظة على الإيمان الحقيقي اللي هو الإيمان اللي وصلنا إلى ملكوت الله أخيرا يعلمنا أن المؤمنين الحقيقيين هنك النسور سوف يختطفون في الهواهواء لملاقات المسيح له المشد وهيك وصلنا للعنوان العاشر من عناوين الصحاح 24 اللي هو انهيار الطبيعة وعم يقول السيد المسيح وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السموات تتزعزع ما معنى هذه الآية وماذا يعلمنا المسيح المعلم أولا على الصعيد المادي هالأمور ستحدث حرفيا هالأمور ستحدث حرفيا عند انقضاء الدهر بمجيء المسيح ينتهي الزمن كل شيء سيقول إلى الزوال الأرض الكواكب وإلى آخره وبرهان ذلك هو أنه في تمهيد لذلك في الكون شو هذا التمهيد نسمع بين حين والآخر تساقط بعض النجوم أو انفجارات شمسية أو انطفاء في مناطق من الشمس إضافة إلى أنه في قول آخر لسيء المسيح يؤكد ذلك اللي هو السماء والأرض تزولان السماء والأرض تزولان لكن كلامي لا يزول يعني السماء الكونية وما تحتويه من نجوم وكواكب ومن ضمن الأرض هي ستزول حتما حينما سينقضي الدهر ورحي حل محلة سماء جديدة وأرض جديدة مثل ما قال صاحب الرؤية في الاصحاح 21 ثم رأيت سماء جديدة وأرض جديدة لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضطا والبحر لا يوجد فيما بعد هلأ هالأرض الجديدة أو تلك الأرض الجديدة والسماء الجديدة لن يحتاج إلى شمس وقمر ونجوم ليش لأن الله هو الشمس والحياة حياة الفرح والسعادة في الملكوت هي بمثابة القمر وكل المؤمنين كل المؤمنين راح يكونوا مثل نجوم في الملكوت لذلك يعلمنا المسيح المعلم يلي يعلمنا أنه نهاية الحياة الزائلة قد قربت يعلمنا نهاية الحياة الزائلة قد قربت ليحل عالما جديدا وسوف يضيء المسيح نفسه الحياة الجديدة وسوف يكون هو ملكها وكمان يعلمنا أنه كما حينما تشرق الشمس فالقمر والنجوم لا يعطون دوءا هيك لما سيظهر المسيح له المجد اللي هو الشمس الحياة الأبدية فالشمس والقمر والنجوم ستتساقط وسينتهي الدهر وبالتالي طوبة لمن سيظل سابتا إلى تلك الساعة لينطلق مع المسيح إلى ملكوته الأبدي وهلا أحبائي سنطلع فاصل ونرجع نكمل من جديد أهلا وسهلا بكم أحبائي مشاهدي قناة سوبورو تيفي مع برنامجنا هذا المسيح المعلم تكلمنا قبل الفاصل عن الخراب الكوني على الصعيد الحرفي وراح نتابع الحديث ثانيا الخراب الكوني أو الخراب على الصعيد الروحي ونقول بمشيء ربنا أنه يمكن فهم هالنبوة اللي أطلق ربنا يسوع المسيح عن الخراب كعلامة أو كعلامات تخص الكنيسة نفسها وكل عضو فيها لذلك يمكن القول واحد إذا قصدنا بالشمس المسيح والقمر الكنيسة وأبطال الإيمان الكواكب المؤمنين راح نشوف المسيح المعلم يعلمنا ما يلي من ناحية يعلمنا أنه لا مكان للمسيح الحقيقي في مملكة الدجال لذلك فهي مملكة بلا شمس إلهية مومة الكنيسة الحقيقية ويعلمنا أنه لا مكان لكنيسة المسيح في مملكة الدجال وبالتالي مملكة الدجال هي بلا قمر روحي ويعلمنا أنه لا أبطال في الإيمان المسيحي في مملكة الدجال ولا مؤمنين حقيقيين بالمسيح أتنين أتنين يمكن تطبيق النبوة على صعيد المؤمن الفرد كما يلي إذا ما قبيل المؤمن أفكار الدجال يعلمنا المسيح المعلم ما يلي من ناحية يعلمنا أنه من سيدبع الدجال سيفقد بصيرته الداخلية اللي هي كشمس داخلية فيه أو كشمس روحية فيه وبالتالي شمسه الداخلية ستظلم ويعلمنا أنه من سيدبع الدجال سيفقد في نفسه أو في داخله ملكوت النور مثل ما قال السيد المسيح ملكوت الله داخلكم يعني قمر الروحي رح ينطفى ويعلمنا أنه من سيدبع الدجال فبانطفاء انطفاء شمس الروحية وانطفاء قمره الروحي رح يخسر كل المواهب التي نالها من مائدة المسيح الخلاصية اللي قدم الناهية على الصليب شو هي هالمواهب عديدة رح يسكر منها رح يخسر مغفرة الخطايا رح يخسر مفاعل المعمودية ورح يخسر سكن الروح القدس فيه وبالتالي رح يخسر عناية الله وهكذا سيمضي إلى الهلاك ويعلمنا انه من سيدبع الدجال ويخسر كل المواهب اللي حكينا عنا ف سيسقط سيسقط في هاوية الهلاك مثل ما ستسقط كل الكواكب الكونية حينما سينتهي الدهر والثلاثة يمكن تطبيق النبوة تطبيق جماعي تطبيق جماعي وفي هذا التطبيق يعلمنا انه اذا ما اظلم الايمان في قلوب المؤمنين بسبب الارتداد ايا كان نوع الارتداد فنور الله يظلم في قلوب الجميع وبالتالي شمسا الروحية تنطفأ ويعلمنا انه اذا ما انطفأ فين النور فما راح يبقوا ابلاد للكنيسة اللي هي كنيسة الخلاص ويعلمنا انه اذا ما خسروا عضوية الكنيسة راح يخسروا الحياة الابدية في ملكوت الله ويعلمنا انه كما يحدث القمر خسوف لما تمر الارض بينه وبين الشمس هيك الكثير من المؤمنين سينحجب عنهم بها نور الخلاص من المسيح له المجد بسبب شو بسبب الرذائل التي يمارسونها من ناحية وبسبب تبعية للدجال هيكلة ستقف مثل حاجز ما بين وما بين نور المسيح وأما في أوقات الضيق والاضطهادات والمحن فمحبة الحياة الحاضرة رح تكون حاجز بين وبين نور المسيح وسوف يخسرون الخلاص ويعلمنا أن الثابتين في الإيمان أثناء الاضطهادات والضيقات والمحن ويخرجون منها منتصرين فهن الكنيسة المزكات يعني الكنيسة المنتصرة التي سوف تختطف لتصعد وتلاقي المسيح ومن ثم لتنطلق مع المسيح إلى الحياة الأبدية في ملكوت السماوي وهيك وصلنا أحبائي إلى العنوان العاشر من عنوين للصحاح 24 اللي هو ظهور علامة ابن الإنسان ظهور علامة ابن الإنسان وعم يقول السيد المسيح له المجد وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاري من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها أولا علامة ابن الإنسان هلأ بعدما تشتد مملكة الدجال وتقاوم مملكة المسيح اللي هي كنيستو على الأرض فالشمس سوف تظلم والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تتساقط وقوات السماء تتزعزع وسوف يأتي المسيح وسوف يأتي المسيح في موكب ملائكي هذا الموكب تتقدمه علامة اللي يسميه هون المسيح علامة ابن الإنسان شو هي علامة ابن الإنسان هي الصليب هي الصليب ويوحن اللاهوتي أكد في سفر رؤية أنه هالعلامة رح تكون منصوبة في ملكوت الله إلى الأبد في ملكوت الله إلى الأبد ولذلك حينما سيأت المسيح الصليب سوف يتقدم موكب مجيء المسيح الثاني وكل الناس رح يشوفوه وبالتأمل في ذلك رح نشوف المسيح المعلم يعلمنا ما يليه واحد يعلمنا أنه الصليب هو علامة النصر فقوة الانتصار الموجودة في الصليب المسيح وضع فيه حينما صلب عليه وهيك هيك يا حبائي من يستخدم الصليب كسلاح فتقهر أمامه سائر القوى سائر قوى الشر ابتداء من الشيطان ومرورا بكل أعوان والشريرين من الشياطين ومن البشر واثنين يعلمنا أن الصليب هو علامة المسيح الذي ستظهر بمجد لذلك في يوم ظهوره الثاني ستظهر علامة الصليب بجلاء لتخزي اليهود اللي صلبوا المسيح على الصليب وتخزي دجال اليهود لأن الدجال اليهود هن اللي راح يقيموه وثلاثة يعلمنا أنه رمى رحيجي له المجد فهو وصليبه سوف يضيئون أكثر من الشمس في منتصف النهار ورح يشوفون كل الشعوب وهذا ما سينتج عنه أن الثابتين في الإيمان سيفرحون وأما الذين ارتدوا عن الإيمان وغير المؤمنين جميعهم سوف يحزنون حزنا كبيرا جدا وأربعة يعلمنا أنه علامة ظهور الصليب مع ظهوره هذا أمر ما هو جديد ما هو جديد فنحن في حياتنا الروحية بقدر ما يبذل عدو الحق أو عدو الخير إبليس اللعين من جهد مشان يملك على قلوبنا ويطفئ فينا شمس المسيح ويفقدنا عضويتنا في الكنيسة ويعمل هذا الأمر بكل حياله وخداعاته أو إغواءاته أو غروره لكي نسقط من المواهب اللي نلناها من مائدة المسيح على الصليب السيد المسيح له المجل بمقابل كل خداعات وحيال وشرور وأعمال إبليس اللعين رح يتقدم أمامنا بصليبه على الدوام لكي نغلب وننتصر وبالتالي يؤكد على الدوام أنه الصليب هو علامة النصر والغلبة على كل شرور إبليس اللعين وأعمال الأشرار لذلك ستنهار كل خداعات إبليس الكثيرة أمام الصليب وكل ما يشحن فينا من شهوات جسدية أو عالمية أو فكر أرضي وكأنه الشهوات هي كقبائل الأرض تنوح لأنها لم تستطع أن تعمل فينا شرورها وثانياً مجيء على السحاب ماذا بشأن السحاب السحاب أولاً ما يصير نفهم أنه هو غيمة مثل هالغيوم نشوفها في السماء لا هو السحاب له طبيعة روحية واستخدم السحاب في الكتاب المقدس لمقاصد إلهية كثيرة وراح أذكر بعض الأمثلة فمن الأمثلة الله تبارك اسمه لما كان يقود الشعب العبراني لما أخرجه من مصر كان يقوده نهاراً بعمود من السحاب وبالليل هالعمود من السحاب كان يشحن فيه النور لكي يضوي قداماً وكمان على جبل التجلي السحابة من النور ظللت المسيح موسى وإليا وبطرس ويعقوب ويحنى وجاء من السحاب صوته وهو يقول اللي هو صوت الآب طبعاً هذا هو أبن الحبيب الذي به سررت له اسمعوا ولما السيد المسيح صعد إلى السماء أخذته سحابة عن عيون الرسل وهم ينظرون إليه صعداً وكمان لما بدوا يجي تاني مرة سوف يأتي على السحاب مثل ما عم يقول السيد المسيح له المجد ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ومجد كثير ولذلك رح يكون المجيء الأول المجيء الثاني على السحاب لأجل دينونة العالم وليس مثل المجيء الأول فبالمجيء الأول إجه السيد المسيح له المجد مخلص وأما في المجيء الثاني رح يجي على السحاب ديان ديان وسوف يحصد البشر كل البشر قسم إلى الحياة الأبدية يعني المستحقين وقسم إلى الهلاك الأبدي يعني المستحقين نار جهنم وهذا ما جاء عنه أيضاً فلصحاح 14 من سفر رؤية يوحن اللاهوتي بالقول ثم نظرت وإذا سحابة بيضاء وعلى السحاب جالس شبه ابن الإنسان له على رأسه كليل من ذهب وفي يده منجل حاد وطبعاً المنجل هذا كان يستخدم للحصاد وبالتأمل رح نشوف حبائي أنه البشر البشر بأعيونهم سوف يعينون مجيء المسيح الثاني وفي ها المعاينة قسم رح يفرح اللي هن المسيحيين الثابتين في إيمان الخلاص راسخين غير متزعزعين وقسم سوف يحزن وهؤلاء الذين سيحزنون فالويل لهم و كمان بالتأمل نشوف أنه السيء المسيح رح يجي بجسد القيامة رح يجي بجسد القيامة الذي قام به من الأموات وجلس أو صعد به وجلس به عن يمين الآب وهذا ما أكدوا الملاكين في قولا للرسل وهن عم ينظروا السحاب اللي أخذ المسيح عن عنظار وهو يصعد للسماء فقالوا لهم قالوا للرسل أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء إن يسوح هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء يعني مثل ما عم شوفوه منطلق في السحاب هيك رح يجي في السحاب وهلا رح نطلع فاصل أحبائي ونرجع أمشان نشوف ماذا يعلمنا المسيح المعلم من كل ذلك من جديد أهلا وسهلا بكم أحبائي مشاهدي قناة سوبورو تيفي مع برنامجنا هذا المسيح المعلم في إنجيل متى قلنا قبل الفاصل أنه بس نرجع من الفاصل رح نذكر ماذا يعلمنا المسيح المعلم فيعلمنا أنه عم يقودنا روحيا ويعلمنا أن نسمع له لأنه هو ابن الآب السماوي والآب مسرور به ويعلمنا أنه إذا كنا ثابتين في حق الإله فلما بدنا يجي على السحاب رح يحصدنا إلى جانبه الأيمن ومن جانبه الأيمن إلى ملكوت السماوي ورح نفرح معه في الملكوت إلى الأبد وطوبة لمن سيحصد إلى جانبه الأيمن في يوم القيامة العظيمة ويعلمنا أنه بنفس جسد القيامة اللي صعد فيه بنفس الجسد رح يجي في يوم الدينون العظيم وثالثا سؤال لماذا ستنوح تلك القبائل المنتشرة في الأرض السبب الرئيسي أنه هن رح يشوف حالا في مواجهة مباشرة مع الحقيقة اللي رفضوها وما أرادوا أن يسلموا بها اللي هي أن المسيح له المجد هو الله وحده يقود من يؤمن به ويقتبله مصلوبا ومائتا وقائما من الأموات إلى الحياة الأبدية في ملكوته السماوي ومن دونه لا يقدر أحد أن يقوم بهذه المهمة أي كان ومن ذلك يعلمنا ما يلي واحد يعلمنا أنه في ظهور الأول منح الخلاص لكل من يريد أن يخلص ومن ذلك قال الرسول بولوس فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون واثنين يعلمنا أنه على الإنسان أن يدرك أنه غاية إيمانه هي الخلاص بالمسيح له المجد أولا وأخيرا لذلك قال الرسول بطرس نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس وثلاث يعلمنا أنه الخلاص هو به فقط الخلاص به فقط لذلك الرسول بولوس قال وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص طيب كمان سؤال يقول من هم هؤلاء القبائل الذين سينوحون الجواب هن فئتين رئيسيتين الفئة الأولى هن جميع الذين لم يقبلوا المسيح لا بالإيمان ولا بالخلاص عن طريق المعمودية والفئة التانية هن فئة المسيحيين الذين لم يعيشوا كما يحق لإنجيل المسيح بينما الرسول بولس قال فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح وهلأ أحبائي وصلنا للعنوان 21 من عنوين الصحاح 24 اللي هو مثل شجرة التين الخضراء وعم يقول السيد المسيح له المجد فمن شجرة التين تعلموا المثل فمن شجرة التين تعلموا المثل متى صار غصنها رخصا وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب هكذا أنتم أيضا متى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كلهم ونلاحظ ما يلي بعد ما قدم ربنا يسوع المسيح العلامات السابقة لمجيء الثاني أراد أن يوجه أفكارنا ونفوسنا إلى الجانب الروحي من خلال هذا المثل اللي هو مثل التين الخضراء فكأنه عم يقول إن كنتم تعرفون أن تميز الأوقات حيث تدركون أن الصيف قريب لمجرد أنه أغصان التين صارت طريقة فبالأولى وأنا وضعت بين أيديكم علامات المجيء الثاني يجب أن تتطلع إلى هذه العلامات وبالتالي إذا ما حصلت ستعرفون أنه وقت اقترابي وقت مجيدي قد قرب وبقول هذا يعلمنا له المجد أنه أمر مجيء الثاني هو أمر مؤكد أمر مؤكد ينبغي أن لا نشكك به أبدا مثلما لا نشكك في حتمية مجيء الصيف بعد الشتاء والربيع اثنين يعلمنا أنه مثل ما شجرة التين تتعرف الخريف والشتاء من أوراق فتصبح بلا جمال يعني تصبح بلا مجد ولكن جمال ومجدة يبقوا كاملين فيها يبقوا كاملين فيها متى ما جاء فصل الصيف فتظهر الأوراق ويظهر أو يبان مجدة وجمال من جديد هيك الحياة الزمنية أو هيك في الحياة الزمنية بالنسبة للكنيسة هي أشبه بفصل الشتاء حيث مجد المؤمن مخفي مجد المؤمن مخفي ولكن متى ما جاء صيف القيامة وانطلق المستحقون إلى الحياة الأبدية في ملكوت الله فسوف ينيرون مثل الكواكب في ملكوت أبيهم السماوي وهذا ما أكد ربنا يسوع المسيح في مثل القمح والزمان بالقول حين إذن يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم وثلاثة لماذا شبه ربنا مجيئه الثاني بالصيف حقيقة لعدة أسباب فمن ناحية لأن الصيف هو فصل الدفأ الصيف هو فصل الدفأ والدفأ هو رمز الحب الدفأ هو رمز الحب لذلك علمنا أن شبه مجيء بالصيف تعبيرا عن محبة العارمة لألنا من ناحية ومن ناحية ثانية حينما سنراه وهو يأتي في مجيئه الثاني ونحن مستحقين ملكوت الله سنفرح به كثيرا سنفرح به كثيرا ليش لأنه راح نلمس مباشرة محبة العارمة في مجيئه الثاني أنه راح يخذنا يحطنا عن الجانب الأيمن ومن الجانب الأيمن ننطلق معه إلى ملكوت السماوي الأبدي ومن ناحية تانية لأنه الصيف هو رمز الحصاد أو هو فصل الحصاد الصيف هو فصل الحصاد حصاد الزرع طبعا على الصعيد المادي وهيك يعلمنا أنه على الصعيد الروحي كمان في حصاد على الصعيد الروحي كمان في حصاد فأبناء الكنيسة أبناء الكنيسة هن زرع المسيح في الحياة الزمنية زرع المسيح في الحياة الزمنية لذلك حيء من أو من سيثبت في الإيمان في إيمان الخلاص بحسب إرادة المسيح له المجد فهذا حينما سيأتي المسيح في يوم القيامة العظيم سيحصده إلى جانب الأيمن ومن الجانب الأيمن ينطلق به إلى الحياة الأبدية في ملكوته السماوي وأربعة يعلمنا أنه ممكن تكون شجرة التين رمزا لشريحة واسعة من اليهود أيام الدجال ممكن تكون شجرة التين رمز لشريحة واسعة من اليهود أيام الدجال هالشريحة هي بعد ما يكتشفوا زيف الدجال زيف الدجال انه هذا ما هو المسيح اللي نحن نتمنى او نتوقعه او ننتظره وبالتالي سيرتدون عن الدجال ولما يرتدوا عن الدجال سيؤمنوا بالمسيح الحقيقي اللي هو مسيحنا وراح ينضموا الى ملكوته وهون سيظهر فيهم مجدا سيظهر فيهم مجدا ما كان الى هذا المجد وما كان يبان عليهم لما كانوا من ادباع الدجال وهالشريحة هي اللي اشار لالى الرسول بولوس بالقول ان القساوة حصلت جزئيا لاسرائيل الى ان يدخل ملء الامم وهكذا سيخلص جميع اسرائيل وخمسة يعلمنا انه قد ترمش شجرة التين الى مجمع اليهود القاسي الصلب الحاقد والغصن غصن الشجرة هو الدجال اللي هن راح يهيئوه وراح ينصبوه ملك ضد المسيح الحقيقي اللي هو مسيحنا وهذا المسيح الدجال او هذا الكذاب او هذا المرتد انسان الارتداد راح يحكم اتنين واربعين شهر راح تكون اقصى من الشتاء اقصى من الشتاء على الصعود الروحي او اقصى الشتاء على الصعيد الروحي الى ان يأتي صيف القيامة ويقضي عليه المسيح له المجد وينهي الحياة على الارض وستة قول السيد المسيح لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله فهذا يشير الى ثلاث امور رئيسية الامر الاول يشير الى تحقق العلامات الخاصة بدمار الهيكل اليهودي في سنة سبعين ميلادية كتأكيد على انه مجد ذلك الهيكل قد مضى وهو ذا مجد لهيكل جديد قد حل وهذا الهيكل الجديد هو هيكل كنيسة المسيح على الارض والامر التاني يشير الى مجيء الدائم في داخلنا لانه المسيح موجود دائما معنا وفينا موجود معنا لانه نحن لبسناه بالمعمودية ولبسنا اسمه فصرنا ندعى مسيحيين وموجود داخلنا على طول لانه نحن دائما نتناول القربان المقدس اللي هو الجسد ودام المسيح على له المجد وبالتالي ما علينا الا ان نتمتع بحضور الدائم فينا اللي هو مجيء دائم فينا منذ الان منذ الان والامر التالت يقصد بالجيل كل جيل البشرية الى انقضاء الدهر الى انقضاء الدهر اللي راح ينقضي في يوم القيامة حينما سيأتي بمجد الالهي ليدين الاحياء والاموات وهلا حبائي وصلنا للعنوان 13 من الاصحاح 24 اللي هو تأكيد مجيء المسيح تأكيد مجيء المسيح وعم يقول السيد المسيح له المجد السماء والارض تزولان ولكن كلامي لا يزول وأما ذلك اليوم وأما ذلك اليوم يعني يوم مجيء الثاني وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحدون ولا ملائكة السموات إلا أبي وحده هلا في هالنص أو في هالآياتين يعلمنا المسيح المعلم ويؤكد أزليته ويؤكد أزليته شلون المسيح هو أزلي لأن الله ولو ظهر في الجسد بس هو الله الذي من الأزل والمسيح أبدي لأنه كإله لا يموت إلى الأبد ومثل إنسان الذي يموت لما ينتهي عمره على الأرض ومن ذلك إذ أن المسيح هو الله الكلمة لذلك كلامه موجود عنده من الأزل وإلى الأبد ومن ذلك يعلمنا أنه قول كلامي ليزول كلامي ليزول يؤكد فعلا أنه هو الله الأزلي وبما أنه هو الله الأزلي فهو الله الأبدي ويعلمنا أنه كان يقصد بالسماء أو إذا ما كان يقصد بالسماء نفوسنا الذي سترحل من هذا العالم الفاني فالمعنى يموت الإنسان وكلامي لا يزول وكمان يعلمنا إذا كان يقصد السماء والأرض بحقيقة الحرفية المادية فهذا يعني أنه السماء والأرض تزولان وكلامه لا يزول من ناحية ومن ناحية تانية يعني أنه الأرض اللي نحن عايشين فيها والسماء اللي عم نشوف اللي هي السماء الكواكب والنجوم هاي تفتقر إلى قانون الأزلية وبالتالي ليس لها أبدية ليس لها أبدية يعني لا أو تفتقر إلى قانون الخلود ولكن كلام المسيح كلام المسيح له الخلود له الخلود ليش لأنه المسيح والله الأزل الأبدي فكلامه أزلي أبدي واتنين يعلمنا أنه قوله هذا يتضمن معنى اللي هو هناك جهل في العقل البشري هناك جهل في العقل البشري وخاصة إذا العقل لم يستعين بالإيمان المسيحي لم يستعين بالإيمان المسيحي وهذا الجهل نقدر أو نعبر عنه في أنه عقل الإنسان بدون الاستعانة بالإيمان المسيحي يرى ما هو هائل وكبير جدا أن هذا سيدوم إلى الأبد وما هو صغير جدا مثل كلمات المسيح التي تكتب على ورق في كتاب هذا حجمه هذا سيزول هذا جهل في العقل البشري ليش جهل لأنه ما عم يستعين في الإيمان لأنه لو يستعين في الإيمان المسيحي سيدرك أنه كلام المسيح لا يزول ليش لأنه كلام المسيح أو لأنه المسيح هو الله اللامحدود لهذا الكون صغير أمام عظمة المسيح له المجد وبالتالي كلامه لن يزول وأما بقية المكونات فسوف تزول وثلاثة من كل ذلك يعلمنا أنه قول هذا هو بمثابة إعلان عن زوال السماء والأرض في يوم لابد أنه آت في يوم لابد أنه آت وهذا ما عبر عنه الرسول بطرس وهو عم يحكي عن مجيء يوم الرب عبر عنه الرسول بطرس وهو عم يحكي عن مجيء يوم الرب لما قال ولكن سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها وإلى اللقاء أحبائي في حلقة قادمة إن شاء الله وعشنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر